نبدأ منين؟ دايماً يا كريم الناس بتتساءل وما بيقوش عارفين يودوا الثناء فين؟ أو الانتقاط فين؟ فيما يتعلق باختيارات النادي الأهلي للاعبية أو صفقاتهم؟ أحبك وانت داخل سخن اللي هو جاهز ومحضر وداخل عربي فدايماً الناس بتتساءل طب هو لو جي العيب كويس ما رو أنا أعطي هي اللي تقلق وكسر الدنيا برونو سافيو اللي عليه انتقادات كتير ولم يوفق مع النادي الأهلي هو الأهلي بيختار اللاعبته إزاي؟ صح ومرحلة الاختيار والتنقيح والسكاوت والمفاوضات دي بتمشي إزاي؟ وبتمشي من مين لمين؟ مين اللي بيبدأ الكلام؟ ومين اللي بيونهي الكلام؟ المشكلة لما بتعطل بتبقى عند مين؟ صح والمشكلة اللي بيختار اللاعب مين؟ هل هو كولر؟ هل هي اللجنة الفنية؟ هل هو أمير توفيق؟ هل اللجنة الفنية اللي فيها أفرق كتير جداً هم اللي قرارهم المرجح ولا المدير الفني؟ معنا جراف بسيط توضح ده؟ بس خلينا بعد ما نتكلم شوية نعرضه الأهلي في أكتر من طريقة للعمل رقم واحد أو دلواب العمل إزاي الأهلي بيختار صفقاته في المطلق؟ مع مارس الكولر الأمور تغيرت شوية الرجال عنده باور في اختيار اللاعبين ونجاحاته ما بين قسين كرم أوية قلبه مع قدرة النادي الأهلي طبعاً والرجل اللي بيطلبه بيتعمل وأي حاجة هيطلبها عشان الناس كتير بتريد تتكلم في القسين أي حاجة هيطلبها مارس الكولر في الانتقالات دي هتتعمل في وقت مداخيل النادي الأهلي تحسنت الأزمة المالية لسه موجودة لكنها تحسنت كمان الأهلي يدخل له مداخيل من الفوز بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم الأندية والقريب جداً من البيه حمد فتحي اللي هو يبقى مصار حلقتنا النهاردة بشكل كبير فأي حاجة هيطلبها كولر هتتعمل القصة بتمشي إزاي يا كريم نجي نمسك اللجنة الفنية اللجنة الفنية بتروح تقعد مع مارس الكولر وقعدت معها بالفعل تطلب منه مراكز مش لاعبين إيه هي المراكز اللي انت عايز يحصل فيها دعم الدعم ده بيحصل لحاكتين يأما في نقص في المركز يأما الكواليتي اللي موجودة وعايز يعملها أبجريد يرفع الكواليتي يأما اللعيب رقم واحد يأما اللعيب رقم اثنين زي مثلا الباكليفت الباكليفت بيجي يقولك أنا عندي علي معلول أنا محتاج لعيب كواليتي قريبة منه ده بوزيشن اختاره قريدي مارس الكولر وسط الملعب حمد الفتح مش موجود فأنا محتاج لعيب يعوضه المهاجم عندي أزمة من الموسم الماضي الجناح الشمال قلب الدفاع وهكذا فالراجل بيحدد ايه مراكز يروح للجنة الفنية اللجنة الفنية مع أمير توفيق بيقولوله إحنا عايزين مراكز لعيبة في المراكز دي بيروح أمير بيعنده حاجتين إما مجاهز لعيبة قريدي من خلال السكاوت أو اللجنة الفنية بتقترح عليه أسماء يدرس الأمور التعاقدية الحالة التعاقدية العيد ده قريب يقفريه اللعيد ده عايز يبيعه مش عايز يبيعه قمته التسوقية كام هنقدر نخلصه ولا مش هنقدر نخلصه والقصة التعاقدية بالكامل بتروح لأمير توفيق يرجع أمير توفيق برد تاني للجنة الفنية تقعد مع مارس الكولر تقوله إحنا بعد ما شفنا المركز ده شفنا اللاعبين المتاحين ترتبهم من وجهة نظرنا واحد اتنين ثلاثة وأمورهم التعاقدية درجة أو القدرة على التعاقد معهم واحد اتنين ثلاثة انت رأيك إيه ده باثوي اعتيادي جدا وده اللي بيحصل في النادي الأهل عرضونا جماعة الصورة بقى اللي بتوضح الكلام اللي بيقوله جمال ده نروح بقى لأحيانا بيحصل حاجة تانية مارس الكولر يشوف لعيف الدوري يطلب من اللجنة الفنية وأمير توفيق تجهيز ملف كامل ده المشلس ده المجموعة فيه في النص حد انا ما حططوش هو موجود كمنصق هو مش فاعل يعني مش هو محرك اي حركة منهم لكنه كابتن سال عبدالحفيز طبعا مدير الكرة في النادي الأهل لكن ده الشكل انا طبعا اللجنة الفنية فيها كمان كابتن زكريا ناصف كابتن محسن صالح لكن انا حططتك كابتن محمود الخطيب رئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة الكرة وكابتن حسام غالي نائب رئيس اللجنة الفنية في النادي الاهلي امير توفيق مدير لجنة التعاقدات ومدير الفني مارس الكولر اما بيروح لهم بقى الباثوي التاني ايا كريم بيروح جاي ترشيح مباشر من مارس الكولر وحصلت في بعض اللاعبين الاجانب انه مارس الكولر بيجي يروح للجنة الفنية اللي فيها كابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي وأمير توفيق يقول لهم أنا عايز اللعيب ده أنا عايز اللعيب ده يشتغلوا عليه يشوفوا هو هو مريش علاقة بالأمر التعاقدية يقول لهم أنا عايزه فنيا يروحوا يدرسوا يشوفوا الراجل ده هنقدر نجيبه ومش هنقدر نجيبه الراجل ده حالته التعاقدية عاملة ازاي سنه تاريخ إصاباته الهيستري بتاعه بالكامل وقيمته التسويقية اللي هنقدر نتعاقد مع بيها ولا لا أنا عايز أفهم حاجة وبناء علي وبناء علي لما تنجح صفقة فالكل مشارك فيها أشكرك لو تعسرت صفقة أو فشلت صفقة فالكل مشارك فيها مليون في المئة هنا بنتكلم عليها بس عشان نفرق لعيب جه خلاص ونجح أو لم ينجح لأن فيه ظروف تانية أنت ممكن لعيب من الأساس كل السايكل ماشي كويس تروح تتفاوض معنا دي وبعدين دي ما يوفقش أو الأمور اللي هتنجح تعاقديا معا فأنت هنا ممكن تحط بقى اللوم شوية على لجنة تعاقدات تحط اللوم على أمير توفيق أو تيجي تقول لجنة الفنية لعيب يقولوا لا والله دا مش كويس ويجي بعد كده العيد يتقلق في مكان تاني ففي حالات خاصة ممكن تحطها على واحد أقول لك مفاجأة أنا عمري ملوم لجنة تعاقدات في تاريخ النادي الأهلي مش ببالغ يعني في نفس الوقت ولا عمري مجدت بشكل كبير في لجنة تعاقدات في النادي الأهلي أصدرت رايح تشتري باسمك أنا رايح النادي الأهلي وبرضه بفلوس النادي الأهلي لأرقام بتبقى كبيرة الأهلي بيدفع وبالتالي لو الأهلي مدي الأمير توفيق خد خمسة مليون روحات بيوم موليكة الرجل هيروح يا أخوة يجي موليكة من ييده ويجي مليون في المية قالوا له لا حاول تخلي ثلاثة مليون دولار بس مش خمسة مليون ممكن ما عقفش يرجع بموليكة خلينا نحط لقم لأعتراضية بس وكمل في جزء هامش أنا متفن معك في اللي قلته بالمية في المية في هامش اسمه شطارة المفاوضة طبعاً مفيش خلاف ده اللي ممكن ألوم أو أشيد صح بس بتبقى في حاجات بسيطة طبعاً يعني في جزئيات بسيطة طيب دي جزئية وانت هايل اللي انت بدأت بيهي الحلقة النهاردة جيميا والفقرة بشكل رائع جداً